ذلك تمشياً مع الدعم الأجنبي لم تفي حكومة كيف باتفاقيات مينسك وخاصة فيما يتعلق بالتعديلات السورية وقد تم تبني قوانين تميزية فيما يخص اللغة وأمل أننا عندما نشير إلى هذه الأمور اليوم لن تستخدم من قبل أولئك الذين حضروا هذا المؤتمر الصحفي حضورياً وعبر الإنترنت أن يقوموا بنقل هذه الأخبار ومواقفنا وقد وفرنا تفاصيل وافية بهذا الشأن الولايات المتحدة وبعض البلدان الغربية قامت بإطلاق حملة تضليل واسعة ضد روسيا ووفرت دعم العسكري لأوكرانيا وكذلك وفرت المستشاهدين العسكريين الخاصة التي تجري في أوكرانيا الآن القوات الروسية لا توجه ضربات على البلدات والمدن في أوكرانيا بل تضرب فقط المنشآت العسكرية وهذه العملية العسكرية لا تشكل خطراً على سكان هذه المدن وذلك وفق المهمة التي حددها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين العسكريون الروسي يقومون بما هو ضروري من أجل ضمان أمن العاملين في بعثة الأمم المتحدة وبعثة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا وتجر الإشارة إلى أن الخطر عليهم لا ينطلق من القوات الروسية بل من الكتائب القوميين الأوكرانيين وهي كتائب لا تسيطر عليها السلطات الأوكرانية وبعد إخلاء العاملين في المهمات والبعثات الدبلوماسية الروسية الذين تعرضوا للخطر من قبل الكوميين الأوكرانيين يجب على المواطنين الروس أن يتوجه إلى بعثات الدول الأخرى للحصول على الخدمات القنصلية استلمنا أمس المذكرة الأوكرانية حول قطع العلاقات الدبلوماسية بين أوكرانيا وروسيا وذلك انطلاقا من السياسة المعادية لروسيا التي انتهجتها السلطات الأوكرانية وفي عام الفين وثمانية عشر وفي الفين واربعة عشر تم التوقيع أو رفض رفض الجانب الأوكراني التوقيع على اتفاقية التعاون مع روسيا ويؤكد كل ذلك استنتاجنا حول أن السلطة الحالية في كييف أي السلطة الحالية في أوكرانيا والسلطة التي تتألف من الأشخاص التابعين للقوى الأخرى علما أن هذه السلطة لا تمارس السياسة فيما يصب في مصلحة الشعب الأوكراني نظام كييف يكتفي بتنفيذ الأوامر التي تأتي من وراء المحيط وذلك ليس يصب لصالح الشعب الأوكراني ونأمل أن الشعب الأوكراني سيحرر نفسه من ظلم السلطة القومية في البلاد وأنهم سيتمكنون من العيش وفقا لما يخدم مصالح الشعب الأوكراني والأقالية منذ ساعة تقريبا استمعنا إلى الخطاب الرئيس الأوكراني فلاديمير زولنسكي عبر التلفاز ونعرف أن من خلال خطابه أعرب زولنسكي عن مشاعره تجاه المباحثات ردت موسكو فورا على هذا الخطاب وقالت أنها مستعدة لإرسال وفد مؤلف من عاملين في وزارتي الدفاع والخارجية إلى مينسك لبدء هذه المباحثات وأود أن ألفت نظركم إلى ذلك مشددا أما فيما يتعلق بقطع العلاقات الدبلوماسية بين أوكرانيا وروسيا كما ذكرت لقد استلقينا مذكرة وزارة الخارجية الأوكرانية بشأن قطع العلاقات مع موسكو ومن المهم جدا التشريط على أن هذه العلاقات قيمت في عام 1992 إذن هذه المذكرة قد ساهمت كثيرا في تدمير العلاقة بين الدولتين والعلاقات الثنائية بيننا وبمبادرة من القيادة الأوكرانية في عام 2019 تم وقف اتفاقية الصدقة والشراك وبشكل عامل منذ عام 2014 قد قطع الجانب الأوكراني أكثر من ثلاثين اتفاقية ونعرف أن أوكرانيا قد انسحبت أكثر من ستين اتفاقية في رابطة دول المستقلة في الأيام الأخيرة الدبلوماسيون الأوكرانيون كانوا يستخدمهم جميعا امتيازات الحصانة الدبلوماسية وكانت لديهم إمكانية واسعة للعمل الدبلوماسي ولم يتعرضوا لأي خطر ولم يتعرضوا لأي خطر أم الله شكرا لأي خطر ولم يتعرضوا لأي خطر